بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نكمل في العدد القرآني والعدد المتعلق باحتمال زوال إسرائيل العام 2022 ميلادي الموافق 1443 هيجري وقد يقول بعض هذا أمر عجيب أن تكون هذه الكثافة من عام 1992 إلى الآن كثافة في الدراسات والأبحاث وكلها تؤكد هذا الاحتمال فهل يعقل أن يكون هذا الأمر يتعلق بمجرد زوال إسرائيل سبق أن لفتنا الانتباه وقلنا الأمة إذا استطعت أن تحل مثل هذه المشكلة الذات الطابع الدولي معنى هذا أنه أصبح أفق الأمة عالمي وأصبحت قادرة للتواصل مع الآخرين ويبدو أنه إذا حصل هذا الأمر سيكون مفرق ومرحلة جديدة لانتشار الإسلام على المستوى العالمي فلذلك المسألة إذا متعلقة بالإسلام وهي أصلا وجود إسرائيل كان تحدي في القلب وهذا التحدي في القلب هو الذي استنفر استنفر الأمة ولا تزال الأمة تحاول أن توجد حل ولكن ممكن يكون وجود الطغاء من أكبر العوائق الطغاء على العروش من أكبر العوائق التي تعيق الأمة عن أن تحل مثل هذه المشكلة التي تراها هي مقدسة طيب الآن كالعادة لا بد من مقدمات سريعة المقدمة الأولى ما يسمى بحساب الجمل العرب قبل الإسلام اكتشفت ما يسمى بالأبجدية خلال 28 رمز بكتبوا اللغة كلها هذا لأول مرة البشرية تصل إلى مثل هذا والعرب أعطت كل حرف من هذه الحلوك قيمة عددية الألف واحد البات نين لما وصلوا عشر قالوا عشرين لعند التسعين ثم قالوا مية لعند التسعمية ثم قالوا ألف اكتملت عند الغين الغين قيمته ألف هذا يستخدم فيما يسمى بحساب الجمل وسبق تحدثنا كثيرا في المسألة ويكون هناك تطبيقات في كل درس فهمت